تقول يجب مساهمة المشاريع الاستثمارية الضخمة بحل مشاكل الازدحام في الطرق المحيطة بها فعندما يقام مشروع سينتج عن 5000 رحلة يوميا لابد أن يقدم حلول لاستيعاب هذا العدد دون زيادة بالازدحام تعالى فرحين يقول لكم الله عن فيه مول أو مجمع تجاري مول أبينيوز بيقام في شمال الرياض وظهر يقال أنه من أضخم المجمعات التجارية في الشرق الأوسط المنطقة هي الآن خلقة مزدحمة فمالك إذا صار هذا المشروع قائم أن تقترح أنه لابد أن هذه القطاعات يكون لها دور فاعل في عمل التخطيط ودفع لمقابل هالأمر لا شك لا شك لأنه حتى قبل إنشاء مثلا هذه المشاريع الذي يجب أنه تقدم دراسة مرورية يعني قبل بيثم الترخيص للمشروع يقدم دراسة مرورية كم سيقصد هذا المشروع كم الرحلات اليومية ستنتج عن هذا المشروع بمقابل ذلك يجب أنه يفكر يقدم دراسة مرورية كيف ستكون حركة المرور بالطرق المحيطة وبناء على ذلك يتم حل حركة المرور التي ستزداد بهذا الموقع بما يتوافق مع عدد الرحلات المتافقة معه وأنا أعتقد أنه كثير من الشريع سترحب مثل هذا الشيء لأنه اللي هو العادة الاستثماري هو للمشروع نفسه ونفروض أن هذا صاير من أول أصلا هذا المفترض نعم هذا المفترض لكن قد لا يكون هناك جهة تتبنى مثل هذا الحل ونقترح أنه طبعاً لنكون الوزارة الشيونة بيقروي والأمانة هي ترخص مثل هذا المشاريع والمسؤول عن النقل هيئة النقل أو الهيئة الملكية من التدريات فلو كانت تحت إدارة جهة واعدة سيتم تفكير بشكل جدي مثل هذا الحل بحيث أنه الميجي بروجيكت يجب أن تقدم حلول جدية وتساهم حتى بحركة المشاة حتى بكبارية المشاة التي تعبر مثلاً من مواقف نفترض مثلاً من مواقف لهذا الميجي بروجيكت إلى البروجيكت نفسه لا بد أن يقدم حلول ستعود للعادة الاستثماري لهذا المشروع بالتأكيد ويساهم بأي تربحة كل دول العالم القطاع الخاص له دور كبير جداً مع القطاع العام ويأخذ دور كبير جداً في حل حركة المرور في حتى النظافة في حتى التشجير حتى اللي هي المحافظة على البيئة يجب أنه يشجر مثلاً الموقع اللي حوله بحيث أنه يكون أخضر ما تلقى المسؤولية فقط على الجهات العامة مثلاً الوزرات الأمان ووزارة النقل جهة النقل العام يجب أنه تساهم القطاع الخاص مثلاً هذه الأشياء ترجمة نانسي قنقر